فقر وبطالة وأمراض سرطانية تنهش أجساد أهلها هذا ما آل إليه واقع البصرة المدينة التي كانت يوما تدعى قبة العلم وثغر العراق الباسم والذي ما لبث أن تحول بائسا رغم ما تتمتع به المدينة من موقع يجعلها درة الخليج العربي ومنبع للذهب الأسود حيث يتركز جزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي فيها هذه الميزات التي تدر عائدات بمليارات الدولارات سنويا كانت ربما ستجعلها ميناء إقليميا كبيرا بمواصفات عالمية لكنها جعلت البصرة محط مطامع ساسة العراق الجدد الذين اشتركوا بنهب ثرواتها وما لبثوا أن اختصموا عليها مصادر صحفية كشفت عن هجمات متبادلة على مقرات الأحزاب السياسية بالبصرة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية والتي شملت أيضا استهداف مقاه ومحالة جارية هجمات تقل عضوة مجلس محافظة البصرة أنوار مدلل إن وراءها وكلاء لشركات أجنبية تريد أن تفتح لها فروعا في المحافظة أو تلك التي تمنع افتتاح مكاتب جديدة تزاحمها على الكعكة السوقية وأكدت أن الغاية من هذه الهجمات إبقاء التوتر الأمني مشتعلا بالبصرة التي تشهد أساسا فلاة لسلاح العشائر وميليشيات الأحزاب هذه الصراعات التي وقفت أمامها الحكومة في بغداد عاجزة متفرجة دون اتخاذ أي تحرك جدي يبقي السلاح المنفلت والخرقات الأمنية سكينا في خاصرة أهالي المحافظة الذين وقعوا ضحية مرتين مرة لأطماع الساسة وأخرى لخطة القوى الإقليمية والدولية التي تريد استنزاف مقدرات البلاد وترك أهلها رهنة لهم وللعملية السياسية التي غصبوا عليها منذ عام 2003 وترك أهلها